في مرحلة من مراحل ممارستنا لمهنة طب القلب كانت أكبر مشكلة بتواجهنا في أولادنا وبناتنا الصغار كانت روماتيزم القلب وإيه هو روماتيزم القلب وإيه هي الأمراض المتعلقة بروماتيزم القلب وبييجي إزاي وبيعمل إيه دي معلومة هبسطها لكو قوي قوي وهختصرها لكو على طول روماتيزم القلب والأمراض المتعلقة به روماتيزم القلب معناها أن حصل التهاب في عضلة القلب وصمامات القلب نتيجة الاستجابة القلب للمكروب البروتيني الموجود في المكروب السبحي يبقى بتبدأ القصة بإيه تكرار إصابة اللوز بالالتهبات وإصابتها بالمكروب السبحي المكروب السبحي بيفرز بروتينات في الجسم القلب يتفاعل معها يحصل إصابة لعضلة القلب وصمامات القلب يبدأ إزاي روماتيزم القلب حصل يبقى وحصل استجابة لتكرار الإصابة بتاعة الحلق واللوزيتين بالمكروب السبحي ينتج عنه إيه بقى؟ إيه الأمراض التي تنتج عنه الروماتيزم؟ إصابة الصمامات الصمام المترالي أكتر صمام بيصاب الصمام الأورتي يليه الصمام الثلاثي يليه وأقل للصمامات إصابة بالحمى الروماتيزمية هو الصمام الرئوي لأن إصاباته غالباً بتبقى خلقية طيب لما يحصل إصابة للصمامات دي يبقى إيه هي الأمراض المتعلقة بالصمامات؟ يحصل ضيق في الصمام أي واحد من الصمامات اللي احنا قلناها أو أكتر أو يحصل ارتجاع في الصمام واحد أو أكتر أو يحصل ضيق وارتجاع في نفس الصمام أو في أكتر من صمام طيب إيه الفرق بين الضيق وبين الارتجاع؟ الضيق من خلقة ربنا سبحانه وتعالى إن الدم بيمر عبر الصمام في اتجاه واحد من غرفة لغرفة بسرعة معينة بحيث إن في جزء من الثانية اللي هي ضربة القلب ونبضة القلب يكون كمية معينة من الدم عدت خلال هذا الصمام طيب لو حصل إن كمية الدم اللي عدت خلال هذه الفترة الزمنية بتاعتنا أقل من الطبيعي يباليه عشان الصمام ضيق الباب مش مفتوح الباب موارب فعدد الناس اللي بيعدوا منه قليلين فيكون النتيجة إن الناس ستكدس بره الباب هو ده اللي بيحصل فيه ضيق الصمام ضيق الصمام يعني إيه؟ يعني كمية الدم اللي بتعدي عبر هذا الصمام في اتجاه واحد أقل مما يجب وأقل من اللازم يكون النتيجة إن الدم يتحوش وراء الصمام ويعملينها كوحة ويعملها كرشة نفس وعملينها مشاكل ضخمة أو أوي حسب نوع الصمام المصاب طب يعني إيه؟ ارتجاع الصمام احنا قلنا إن ربنا خلق الصمام عشان يفوت الدم في اتجاه واحد وبمعدل ثابت لو جايز الصمام بطبيعته إن هو يعديل الدم من غرفة الأزين للبطين وممنوع يرجع من البطين للأزين لو حصل بقى إن الصمام من الصمامات عدد الدم في الاتجاهين يعني من الأزين للبطين ويرجع يوديه تاني من البطين للأزين لما ينقبض القلب يبدأ اسمه ارتجاع في الصمام ارتجاع الصمام أو ضيق الصمام دي من مضاعفات الحمى الروماتزمية على القلب وبتؤدي في الآخر إلى تضخم في غرف القلب تؤدي إلى ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي تؤدي إلى ضعف في عضلة القلب تؤدي إلى كرشة نفس ونهجان ويجي على الواحد وقته بجاي يطلع دورين سلم ينهج بعد شوية دور واحد ينهج بعد شوية لو يتحرك داخل الشقة ينهج بعد شوية عاوز يجي ينام ويروح في النوم بعد ساعة يقوم كرشة نفس شديدة جدا وعمل يكوحه ومش قادر وبعد شوية مش قادر أصلا أنام على سرير وقاعد نايم من نص قاعد وبعد شوية لما تزيد القصة أو ينهج على كرشي ويسند رأسه على الترابيس قدام ولا يمكن يحط رأسه على المخدة كل ديت قد تكون الأثار المترتبة على إصابة الصمامات بالحمى الروماتزمية التي أدت إلى ضعف في عضلة القلب ممكن من الأعراض الأخرى لإصابة الصمامات أن يحصل تورم في الساقين مفروض أن أعاد رجل ما بتورمش والبول بينزل كمية الدم كمية السوائل الزيادة في الجسم وما تورمش لا يحصل تورم بقى ويحصل تورم في القدمين وبعدين يرتفع إلى الساقين وقد يرتفع إلى الفخذين وقد يصل إلى استسقاء فلباط نتيجة إصابة الصمامات بالحمى الروماتزمية الأديم فإيه هي الحمى الروماتزمية؟ هي إصابة صمامات القلب بالضيق أو بالارتجاع صمام واحد أو أكتر بضيق أو بارتجاع أو بالاثنين نتيجة إصابة الطفل في سن مبكرة بالتهابات متكررة في اللوزتين أدت إلى ارتفاع مستوى الروماتزم في القلب وأدت إلى تأثر القلب عشان كده ابنك لو جاء له ارتفاع الالتهاب متكرر في اللوزتين بسرعة جدا جدا يتعالج علشان ما يجيش بعد 10-15 سنة يكون عنده ضيق أو ارتجاع في صمامات القلب والف السلام عليكم